اشتباكات يمكن التعامل معها قبل الانتخابات حتى يمكن تأمين الانتخابات وعبور بها الى بر الامان يعني من مجهة نظرك من المستفيد من هذه الاشتباكات والمواجهات التي نراها في بعض المحافظات المصرية اكيد الفلول السابق عضاء الحزب الوطني السابقين وفيه كلام كتير انه هما السبب في كده وخصوص اللي حصل في سواج الايام اللي فاتت وتقريبا المستفيد هما بتوع الحزب الوطني كيف يمكن التعامل مع هذه الظاهرة التي تنتشر من محافظة الى اخرى هو الافضل حال ان الامن يرجع ويرجع زي الاول وافضل بس يتعامل من الناس بحزر من غير عنف ومن غير تطرف ومن غير الكلام وهي حدي من موضوع البلطجية والانفلات الامنية وكلام ذلك يعني هل تعتقد بالفعل ان فلول الحزب الوطني وفلول النظام السابق هم الذين يقفون وراء الاشتباكات العائلية والاشتباكات التي تقع بين القرى وبعضها البعض في محافظات الصعيد وايضا في محافظات الدلتا بهذا الشكل اللي احنا شايفينه النهاردة الظهور ظاهرة البلطجة والانفلات اللي احنا عايشين فيه الفلول وفلول الحزب الوطني هم المستفيدين والمجلس العسكري لذلك احنا بنخاطب السيد المشير محمد حسين طنطاوي بإعادة ضبط الوطن بطريقة احسن من كده لان الظاهرة اللي احنا شايفينها قدامنا ظهور في الترشيحات كل بقايا النظام السابقية اللي موجودة حاليا على الساحة وهي اللي ظهرة على اغلب قوائم الاحزاب حتى المعارضة والقوى الوطنية اللي موجودة برضو المفروض المشير طنطاوي ياخد وقفة حاسمة ضد مع قانون الغدر او قانون العزل السياسي عشان البلد تنضف وتتطهر لاني بقى الصورة ما عملتش حاجة اذا يمكن يعني وقف هذه الاشتباكات او منع اي اشتباكات قد تحدث في المستقبل حتى يعني ندخل على الانتخابات ويعني تكون الامور قد مهدت للانتخابات من ناحية الامنية يا سيد الفاضي الدور في ايد المجلس العسكري المجلس العسكري هو اللي قادر على حسم كل هذه الامور قانون الغدر الطبق لا مكان لأي فلول لا مكان للنهبوا البلد وسرقوها وقربوها بالوضع اللي اللي البلد بتقع البلد واعة مفيش وضعي مفيش منطق يقول ان اللي نهب وسلم هو اللي يجي يقضي المسيرة من جديد ويرشح نفسه على اغلبية رؤوس القوائم الحزبية والناس منتفعين انا اشك في ان الانتخابات تكتمل شكرا شكرا يعني الى اي مدى ربما الفلول وبقايا النظام السابق هم من يقفون وراء الاشتباكات والمواجهات التي تخطط حاجز العائلة الى حاجز القرى بين القرى بعضها البعض والله اقول لحضرتك ان طبعا انا كنت عايش في ليبيا فترة طويلة ولسه جاي قريب لكن اعلم ان فلول النظام السابق وبقياه كثيرة جدا ومنتشرة في كل قرى ومدن مصر وبقعها وهم لهم لهم من الدسائس ومن المؤامرات ما يستطعون ان يحكوه بدقة تامة لدرجة انهم يقدروا فعلا يعملوا مشاكل كتير جدا في البلد فيجب سرعة اصدار قانون العزل السياسي او قانون الغدر كما يسمى سواء العزل او غدر وارجو ان يبقى في وعي سياسي عند المواطن المصري حيث ان هو يحاول يفرق ما بين الصالح والطالح بالنسبة للوطن يعني اذا ليست مسئولية المجلس العسكري والحكوم فقط ولكن ايضا مسئولية المواطن العزل نعم المواطن المصري احنا بيطريا على المواطن المصري المواطن المصري لازم يكون عنده وعي سياسي ويدرك بحسته حتى الحسة البليهية اللي عنده من هو الصالح ومن هو الطالح وما عادش يبص للمرحلة للمصلحة الشخصية يبص لمصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية شكرا شكرا يعني من تعتقد أنه المستفيد ومن الضالع في هذه المواجهات التي لم تقتصر على محافظات الوجه القبلي فقط بل انتشرت أيضا في رأينا مواجهات ومظاهرة بلطجة في محافظة دقالية في البحيرة يعني من المستفيد من هذه الأعمال وكيف يمكن مواجهتها قبل الانتخابات حضرتك بالنسبة للصورة اللي عملها أم شعب مسالم عملت الصورة كله كان يد واحدة وقلب واحدة إلا أن في الأوين الأخيرة بسبب الفلول هم أكثر الناس مضرونة من الصورة فعلشان كده هم بيحاولوا يعملوا أي حاجة أن يتعطل مصالح الصورة أو استمرارية الصورة أو المطالب الصورة فعلشان كده احنا بيقول أن الفلول هم الجانب الوحيد المستفيد من البلطغة ذلك لأنهم بيبعدوا للمحاكمات عنهم ويأخروا الوقت بحيث أن الشعب يجفى الشعب ينشغل مع نفسه في مشاكله الداخلية بعيد عنهم فلذلك احنا بننصح كل المواطن المصري أو باسمي أو باسم كل الشباب أن احنا لازم نقف ونفهم أن الفلول الحزب الوطني هم أكثر الناس مستفيدة هم عملوا فينا فساد وسرقهم وعملوا ونهبهم الآن الصورة ضدهم فأكيد هيحاولوا أنهم يمنعوا كل حاجة عنهم عمل أي حاجة بالمشاكل بيننا وبين بعض بما أي حاجة هتقدر أن هي تبعدنا عن بعض وتبعد الوطن المصري عن محدده شكرا جزيلا من ترى من وجهة نظرك المستفيد من المواجهات والاشتباكات التي تقع في بعض القرى في عدد من المحافظات المصرية أنا أرى الحاجات دي كلها مستفيد منها اللي هو الحزب اللي قديم الناس الأدامة هم المستفيد منها لما الناس قداد دولة الناس عايزين لسه وعي وعايزين قرار عايزين يعني عايزين ناس تفهم إيه الأصول دي طب إزاي اللي تغلب على هذه الظاهرة في المجلس العسكري المجلس العسكري يقوم بحملة ويقوم بنظام تاني غيرها يعني إحنا دلوقتي في نظام في الثورة يعني مش نظام في الثورة شكرا جزيلا شكرا شكرا يعني في الأول الأخيرة شهدت بعض المحافظات اشتباكات ومواجهات بعضها بين العائلات وبعضها كان بين القرى بعضها البعض كما حدث في محافظة السهاج من ترى المستفيد من هذه الأحداث وكيف يمكن التعامل معها طبعا هو في كذا حاجة هو طبعا يعني كلام دا كان من زمان قوي يعني مش قوي مرة يحصل كان من أعمل في لولو كده وهي طبعا أمن الدولة كان أمن الدولة طبعا مستفيد أنه هو كان بيوقع بين العائلات وبعضها عشان بيبقى يعني يعني يفرق تاسه يعني أنه يفرق بين الناس وبعضها الناس تخانئ فهو طبعا يبقى على وش الموضوع يعني دي حاجة طبعا أمن الدولة دا ما كان موضوع طبعا ولسه طبعا من كامل الوقت مع الأمن اللطني حاجة ثانية طبعا الموضوع الفلول طبعا والانتخابات مجل الشعب وكده فدي برضو مصلحة تانية حاجة تالتا هو يعني احنا برضو عندنا لسه الموضوع الصخافة برضو التعليم لسه برضو وليل شوية محتاجين برضو إن شاء الله يعني بعد كده سكرا جزيلا يعني من وجهة نظرك من ترى المستفيد من المواجهات والاشتباكات التي اشهدتها بعض المحافظات المصرية وكيف يمكن منع مثل هذه الاشتباكات في المستقبل ومواجهتها بحزم وصرامة الاستفادة الأولى والأخيرة بالنسبة للفتن الموجودة في مصر هي بالنسبة للطائفة الأديمة اللي هي من عهد المبارك اللي ما زالت موجودة بس بالنسبة للمجلس العسكري المجلس العسكري الناس مفكر المجلس العسكري من يوم وليه لمسك حق يعني مش هيقدر يمشي البلد زي ما هي عايزة بس هي الموضوع كله عايز صبر وكل يشوف مصالحه وان شاء الله ربنا يسهل ولكون كل حاجة في نجاح الصورة بإذن الله في الأولى الأخيرة شهدت بعض المحافظات المصرية مواجهات والاشتباكات بعضها كان بين العائلات وبعضها كان بين القرى فمن المستفيد من هذه الأعمال وكيف يمكن مواجهتها في المستقبل هو بس بداية حركة اللي بيحصل ده أصلا في بعض المناطق السعيد ده كان بيحصل قبل كده لكن ما كانش مسلط عليه الإعلام هو فيه بتخش فيه عدد تقاليد الإطار والحاجات دي والزيادة الرد الفعلي بيبقى يعني زايد عن حد الساعات لكن هي ما كانش موجه عليها الإعلام الوقت يبقى بعض يعني بعض وسائل الإعلام بتحاول توجه الصورة على بعض الأحداث دي وتبدأ تحور الموضوع وتستخدمه في إن هي تخدم أغراض مش يعني مش مطلوبة في الوقت الحالي تبرز فكرة الفتنة الطائفية تبرز فكرة الانفلات الأمني وإن الصورة ما جابتش النتيجة وإن مش عارف القادي الصوار محاولة بس روح يعني الضعف والتصبيح من المستفيد من هذه الأمور؟ الناس ضد الصورة أي حد ضد صورة أمن الدولة الحزب الوطني إحنا شايفين الوقتي في الانتخابات كلها تلت تربع بتاع الحزب الوطني نازلين تاني ومسميين أحزاب تانية يعني وكأنك يا بوزيد مغازيت كيف تغلب على هذه الضائرة؟ بالتوعية أنا شايف أن إحنا لازم كل الشعب المصري كل الشباب العمل نشارك في الصورة ومؤمن بالصورة ينزل يعمل حاجة بسيطة بس يبدأ يوعي الناس أن أن تنزل تنتخب يوعي الناس الأحزاب اللي هي تابعة الحزب الوطني الأحزاب اللي مشارك فيها ناس في لول ما ننتخبش الناس دي خلاص كفاية علينا 30 سنة دمار ونبدأ أن نبقى نرجع إيجابيين تاني شكرا شكرا من وجهة نظرك من المستفيد من الاشتباكات والمواجهات التي دارت في عدة محافظات ليس في الصعيد فقط وأيضا في محافظات الدلتة يعني وبسم الله الرحمن الرحيم في الأول هتبقى يعني برضو الحزب الوطني والأمن الدولة الناس دي أكتر ناس مستفيدة الناس دي أكتر ناس ضد الصورة وزي ما قال زميلي هي برضو يعني هو الفكرة بأن الإعلام دلوقتي فيه منه بيحاول يسلط كل الأضواء على الحاجات السلبية اللي حصلت ممكن تكون نتيجة الصورة فعلا بس يعني ممكن يكون فعلا حصل انكسار للشرطة شوية نتيجة الصورة بس ده كان زماني يعني كان اسلوبها غلط فده كان رد فعلي من الناس عليه أمن الدولة برضو هيبقى مستفيد أي حد برضو ضد الصورة مستفيد من الموضوع ده بس يعني ألا تعتقد أن ربما الغياب الأمني وانتشار الأسلحة سامى في هذه الظاهرة الحاجات دي موجودة من زمان بس يعني إحنا مكناش بنسمع عنها لكن هي موجودة من زمان الصعيد كله من زمان فيه فيه أسلحة وفيه حاجات وبتيجي لازم يبقى يعني الحاجات دي موجودة من زمان بس إحنا مكناش بنسمع عنها شكرا من وجهة نظرك هل تتطفق معهم أن بقايا النظام السابق وبقايا أمن الدولة هم المستفيدون هم الذين يقفون وراها هذه الأحداث لا أنا بقول للصورة وقعت مجموعة صغيرة جدا من نظام السابق نظام السابق كله زي ما هو من نظام السابق كانش الوزير بس الوزير والناس كثير قوي تحته يعني لغاية ومنها هذا لسه الراسه شغالة كل شغال يعني نظام السابق كله موجود إحنا شئنا بس ليه الكشور إنما كمضمون نظام السابق كله موجود فلازم نبدأ نغير الناس دي بساطنا خلاص ونبدأ نفكر بقى نحاكم الناس لا ننزل كله ونفكر فيه مستقبل مصر نفكرش نحاكم الناس نزل هتحاكم يعني خلاص مش كله انتمامنا عن محاكمة نظام السابق لا نفكر في الناس دي اللي هي لسه موجودة القضاء على هذه الظاهرة هل هي مسئولية الجهات الحكومية المجلس العسكري والحكومة أم أيضا مسئولية شعبية أيضا لا الشعب لازم بليه دور الشعب لازم المجلس العسكري هيعمل ايه المجلس العسكري عايز يسلم البلد نضيفه مش عايز يقطر من الحاجات الوحشة يعني عايز يقلل منها شوية وشادر ماشي ناس كلها دائما فعش نجي نشور كل كل عامية مرة واحدة البلد هتقع احنا بنراحها ونخلي البلد تنتقل بطريقة كويسة يعني من ترى المستفيد من هذه الأعمال وكيف يمكن مواجهتها في المستقبل أرى أن المستفيد من كل هذه الأعمال هو المجلس العسكري لأن هذه الأعمال المجلس العسكري يدبر لها تدبيرا مسبقا ومحكما بطريقة تصير الشعب ضده لأن المجلس العسكري نحن بنسمع وزارة السحة تطلع تقول لك 20 مصاب 50 مصاب مسر الكل فوق أحداس البلطاجة في السعيد أحداس البلطاجة هنا في الجيزة أحداس البلطاجة هنا 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 طب في هنا احداس البلطاجة دي ما كان زمان برضو عائلات وكدة ما كانش بيعلن عنها ليه إعلان عنده ليه لا 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 الإعلان عنده يتم يتم من أجل وصول العسكري وسبوط العسكري في الحكم الأولى الأخيرة شهدت اشتباكات في عدة محافظات مصرية من المستفيد من هذه الاشتباكات وكيف يمكن مواجهتها في المستقبل طبعا المستفيد هو العدو لأنه هم أصلا عايزين البلد تولع عشان هم مستفيدين بحاجات كتيرة من كده لكن إحنا المفروض إحنا كشعب أي واحد عائل المفروض يفكر في مصلحة بلده إن الفوضى والهمجية اللي إحنا فيها ديها طبعا بتضر حق ناس كتير مع إن في ناس كتير مستفيدة منها بس اللي هم أصلا مش قلبهم على البلد المستفيدين منهم إنه هم بيكسبوا في وسط الهيصة بيسرقوا بينهابوا وكده لكن الشعب نفسه مظلوم عايزين حد يوقف المهزلة اللي إحنا فيها دي عشان اللي إحنا فيه دوات مش صح ولا صح لينا ولا صح البلدنا إزاي تبنتغلب علي هل هي مسؤولية الحكومة والمجلس العسكري ولا مسؤولية الشعب أيضا؟ هما الاتنين مع بعض الحكومة عمرها ما تعمل حاجة لوحدها والمجلس الشعبي عمره ما يعمل حاجة لوحده من المستفيد من المواجهات والاشتباكات التي وقعت في عدة محافظات مصرية وكيف يمكن التعامل معها والقضاء عليها في المستقبل؟ هي الحكومة هتعمل إيه؟ هتعمل إيه ولا إيه؟ النهاردة لو الحكومة عمل إزاي مهما تعمل محدش بيتابع القوانين والبتاع ده فالنهاردة كل واحد النهاردة البلد كلها بايزة البلد كلها النهاردة بايزة كل واحد عايز حاجة بيعمله لو فيه انضباط من إنا نحنا نفسينا كده كل واحد حيمشي مظبوط والبلد هتبقى زي الفل طيب من المستفيد من هذه الأعمال؟ المستفيد البلد كلها خرقوانة من اللي حيستفاد؟ من اللي حيستفاد؟ أنا حيستفاد ولا أنت حيستفاد؟ إيه اللي أنا حيستفاد ولا أنت حيستفاد؟ أنا ما بالصراحة أنا شغل أنا بروح شغل وأرجع من شغل ما ليش دوا باي حاجة بتكلم دخال شكرا جزيلا شكرا يعني هكذا بدت أراء عينة من المواطنين المصريين حيال الاشتباكات والمواجهات التي شهدتها عدة محافظات مصرية هناك ربما إجماع على أن المستفيد هم أعداء الثورة بقايا النظام السابق وأيضا هناك إجماع أيضا على أن القضاء على هذه الظاهرة والتعامل معها يبدأ من تنامي الوعي الشعبي وأنها مسؤولية جامعية ليست مسؤولية الحكومة والمجلس العسكري فقط بل مسؤولية الشعب بكامله هذه مسؤولية الجميع من أجل عودة الأمن والاستقرار قبل الانتخابات البرلمانية